وصل الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن إلى العاصمة السينيغالية داكار للمشاركة في الافتتاح الرسمي للقمة الثانية حول تمويل المشآت في إفريقيا ممثلا لرئيس الجمهورية وأفد بينه الوزارة الأولى أن استقبال الوزير الأول في مطار داكار لبولد سيدار أقول سانغور شهد حضور كل من حافظ الأختام وزير العدل السينيغالي إسماعيل ماديورفال إلى جانب سفير الجزائر لدى السينيغال